رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله بزيارة أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لمقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين مساء أمس في إطار الزيارة التي يقوم بها فخامته للمملكة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية لإطلاع فخامته على تجربة مملكة البحرين التنموية وعمل مجلس التنمية الاقتصادية وجهوده في تعزيز ارتباط مملكة البحرين بمختلف الأسواق اعتمادا على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية وبيئة استثمارية مميزة وأبدى سموه اعتزازه بمسيرة العلاقات البحرينية المصرية التي تشهد تقاربا مستمرا في ضوء ما يليه حظة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والقيادة المصرية الشقيقة من رعاية واهتمام بتطوير هذه العلاقات بالشكل الذي ينمي أفق التعاون الثنائي وفتح مجالات حيوية وجديدة واعدة خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وخلال زيارة وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية تم تقديم عرض لفخامة الرئيس المصري تناول عمل المجلس ودوره في تعزيز أداء الاقتصاد البحريني ومردوده الإيجابي على مختلف أوجه التنمية وتحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئه القائمة على العدالة والتنفسية والاستدامة وكما تطرق العرض للتسليلات التي يوفرها المجلس للمستثمرين بإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين والتي يعمل المجلس على ترويج لها في إطار دوره الرئيسي في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية وتم كذلك استعراض خطة المجلس الاستراتيجية والقطاعات التي يعمل على تعزيز الاستثمارات فيها وتشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية وتصنيع والسياحة بالإضافة إلى الإشارة إلى مشاريع استثمارية كبرى في مملكة البحرين تفوق قيمتها 32 مليار دولار والتي يتم العمل على إنجازها في الأعوام الخمسة المقبلة هذا وقد توجه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على إطلاعه على دور مجلس التنمية الاقتصادية مشيدا فخامته بتطور العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما حققته من تقدم ونماء في مختلف أوجه التعاون الثنائي معربا عن تطلعه في مواصرات هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لكل البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة